تفتقر الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا لأجواء رمضان كتلك التي في الدول العربية فتحاول العائلات أن تجتمع على موائد الإفطار وتبدأ السهرات في محاولة للتخفيف من الغربة والحنين لأجواء رمضان في سوريا تفاصيل بهذا التقرير في مدينة زيجن تعيش عائلة أبو شاهين نزور العائلة خلال شهر رمضان نلتقي أم شاهين التي تقوم بإعداد المواد الأولية لوجبة الإفطار رمضان يعني لشهر مبارك شهر التسامح شهر التقارب شهر العبادة شهر ذكر الله شهر التآلف المحبة يعني كل شيء نرافق أم شاهين لأحد المحال العربية حيث تشتري اللحوم والخضروات وكل ما تحتاجه في الطبخ ومن ثم تعود للمنزل لمتابعة إعداد الطعام أكيد أهم شيء عندنا كل يوم الشوربة وهي يعني وجبة أساسية والسلطات اليوم طبخت ورع عنب مع شوربة مع عندنا هناك يعني مشهور الفتة يعني هاي لابد منها السلطة الفتوش الشوربة تتمر هندي يعني هدول وجبات أساسية كل يوم هاي كبينية يعني هدول كل يوم لازم تكون متواجدة على الصفرات اعتادت العائلات العربية والمسلمة هنا لاجتماع خلال شهر رمضان حيث تدعو عائلة أبو شاهين إحدى العائلات الصديقة لهم فيزيجا نحن هلأ بزيارة أصدقائهم لأننا عم نحاول نستعيد ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا مثل ما كنا بسوريا ونحس أنه كأننا بسوريا طبعا ما رح تكونين مثل سوريا بالضبط وإنما يعني نحاول نحن نحافظ على هالعادات اللي كنا عايشين في سوريا على المائدة تدور أحاديث عن الحياة في ألمانيا وأيام الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة يقول أبو شاهين إن مدة الصوم طويلة وشاقة هنا كنا نطلع في سوريا كنا نطلع على الدوام ونشتغل كنت أستاذ المدرسة في سوريا كنت أروع المدرسة وأرجع وبعد ساعة ساعتين أرتاح وأطلع كان عندي محل في منطقة الصناعة وكنت أرجع يعني ما كنا نحس بالجو الرمضان كان فترة قصيرة كتير أما بالنسبة لألمانيا يعني الكتير الفترة طويلة وما بنعرف كيف بدأ تمشي ساعة تقريبا أكثر من 18 ساعة الصيام بعد الانتهاء من الأفطار لابد من شرب الشاي هي عادة لازال الكثير من السوريين متمسكين بها إضافة إلى السهرات خلال شهر رمضان وزيارات الأصدقاء في محاولة لخلق أجواء افتقدوها منذ وصولهم أوروبا يامان شواف أخبار الآن